أيام معدودة على عيد الأضحى المبارك حيث تعود الأردنيون في هذه الأيام على شراء الملابس لأبنائهم لكن في ظل ارتفاع الأسعار وتدني الأجور الأسواق تكاد أن تخلو مروادها بسبب التأثيرات الاقتصادية والسياسية على الاقتصاد الأردني لا عيد صغير ولا موسم عيد كبير الناس أبصر وين متجها يعني قطاع الألبس تدمر معظم القطاعات كمان بطر فيها الشغل حتى المواد التنمونية بطر فيها الشغل والناس مش عارفوا عندها تروح في حالها من قروض للبس لعيد لعيديات لكل إشي يعني الناس مش ملاحقة يعني اللي بو خضرات بعد أن مو أخذ تراثمية و تراثمية و خمسين دينار يادو بيقدر يعيش فيهم إلو شخصي فمن بالك اللي يفاتح بيت شايف لو أن الأمور سيئة وكل مالها بتنزل بزيادة يعني كل فترة بفترة قاعدة بتنزل بزيادة مبيعات ما فيه شغل ما فيه وضع ما فيه والحياة كل مالها بتنزل أكثر وأكثر ومش لقين حل نطلع فيه لا للمواطن ولا للتاجر ولا لأي بني آدم فيها الدنيا بلد يعني من بداية السنة ما فيه بوادر إلها يعني حركة شرائية نهائيا يمكن السيولة مع الناس مش متوفرة نهائيا يعني بصراحة خفيفة كثير كثير وفيه أكثر من سبب كان فيه امتحانات كان الجو يعني مش مناسب بتأخر الشتات يعني أكثر من إشي داخل ببعض يعني الله أعلم يعني بس لحديث لأنه أنت ضايل أقل من عشرة أيام للعيد وما فيه بوادر يعني كحركة شرائية نهائيا هذا السوق الأسواق يعني لازم يكون فيه حلول حتى يعني البضاعة منشوفها غالية كثير تجار أسعارهم كثير غالية وما فيه إقبال والزبون يعني الأوضاع الاقتصادية صعبة ولزبون ما بدفع في القطعة وإحنا يعني قاعدين نبذل جهدنا نوفر قطعة الخيصة ما فيه أسعار حاصة الأطفال أسعارها كثير غالية يعني طاقم البيبي بوصل جملة 18 و20 بجامة ستاتة بتوصل ثلاث لرات ونص يعني فروقات كبيرة فبجامة بيبي بتكلف مثلا خمس لرات وأربع لرات بجامة ستاتة على نفس الموال يعني الأطفال أسعارها كثير غالية يعني بشوف أن يعني لازم يكون فيه حلول خاصة للولاد الصغار والعمر الصغير من عمر سنة لغاية العاشرة 12 سنة هذولا لازم يكونوا يوفرهم أسعار تكون أسعار رخيصة أنا بلاحظ يعني حتى الرجالي وهذه الناس بطلت تهتم حتى الرجالي صارت ضعيف كثير الناس تتولي اهتمام للأطفال أكثر بس الناس ما هي قادرة تشترك تجار قالوا إن العام الماضي أفضل بكثير من ناحية إقبال المواطنيين على الأسواق وذلك لأسباب عديدة أهمها كثرة الالتزامات والأعباء الاقتصادية على عاتق المواطن سنين مضت كل سنة بجسوق أضعف من اللي قبله وأعتقد السنة الجاية تجي أضعف من السنة هاي ونفس الموضوع اللي بنحكي فيه كل سنة بنرجع نحكي فيه كل السنة هاي يعني تعالي السنة الجاي بتحكي راح نحكي فيه نفس الموضوع هذا ظلينا عايشين ومستمرين في شغلنا فهمت علي كيف فأبصر فيه شغلة يعني بدا تكون سياسية اقتصادية يعني فيه دكتور جدي لحال والو بجدوه لحال الحكومة دكتور جدي لحال طبعا سيئة كثير العام ماضي وين والعام هذا وين العام ماضي احسن بكثير فرقة المبيعات اكثر من النص انها فرقة المبيعات الناس يعني ما حاش اللي تشتري يعني اكل هاوي زيادي يعني فش الملبسات صارت شغلات استثنائية يعني وزي ما انت شايف السوق قدامك فش فيه ولا بني آدم ولا تجار قاعدين والله يعينهم والله يعين الناس على كل حال والوضع سيء والله يفرجها ان شاء الله ما بغل يفرج من الله عز وجل اما الوضع سيء جدا 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 الحمدللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل الأسواق كثير ضيفة يعني بشكل مش طبيعي يعني كثير كثير ضيفة مش شوي يعني ما في قبال يعني وإن شاء الله نتمنى خير لأيام الجاي إن شاء الله طبعا يعني سالعام الماضي أهون شوي السنة مع دومة يعني مع الارتفاع على الأسعار مع كل شي كل شي مع دوم السنة والله الحمد لله في يعني في ركود قوة مبين في السوق يعني ما في حركة زباين ما في حركة مشتريين قلة إقبال على البضاعة يعني مع أنه العيد قرب يعني في أيام قليل جدا ضايل العيد الحمد لله في ركود كثير والله يعني ما في حركة شراء نهائيا والله قليل جدا يعني 99% نقص ما في حركة نهائي ولا في إقبال نهائي إذا كانت البلاد تعاني من ركود اقتصادي أو زيادة في معدلات البطالة وقد يكون لهذا تأثير سلبي من ناحية الإقبال على الأسواق يمكن أن يكون لدى الناس ميزانيات محدودة وتفضيلات للتوفير مما يؤدي إلى تقليل إنفاقهم على الألبسة والأحذية راشد المعيطة